يبدو أن الأزمة السياسية الحالية لن تتوقف عند لملمة للقلافات داخل البيوت السياسية بل ستستمد إلى إعادة توزيع المسؤوليات وإنهاء تداخل في صلاحيات الرئاسات الثلاثة بالعودة إلى نظام الرئاسي ليكون رئيس الجمهورية المقبل من حصة المكون الشعي بعد توجهه لتعديل الدستورة ويقول مراقبونان البيت السياسي الشعي استعدوا لمرحلة جديدة من خلال التحضير لرئيس جمهورية من بين قياداته بكامل الصلاحيات الدستورية لتكون دورة الحالية آخر مراحل العمل بالعرف السياسي في رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان مشيرين إلى أن رئيس اتلاف دولة القانون نوري المالكي هو الأوفر حظا لتسلم المسؤولية الجديدة وفي هذا الاتجاه قال الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي أن أية حلول لا تتضمن معالجة الدستور منها تعديل نظام الحكم فهو حل ترقيعي وجزئي ما يؤشر توجها لتغيير قواعد اللعبة بتحميل تجربة البرلمانية مسؤولية فشل تجربة البرلمانية وتعدد مشاكل العراق السياسية والاقتصادية بحسب رأي القيادي في تحالف الفتح مقتار المسوي في إشارة إلى طبق أولويات المرحلة المقبلة على نار هادئة جدا داخل البيت السياسي الشيعي